السلام عليكم ومرحبا بكم تمنى تكونوا بخير وعلى خير اليوم ان شاء الله سنقدم لكم مني بسبوسات مدهبين معلكين هشاش وبمضاق جد مميز ورائع طريقة تحضير ديالهم من اسهل ما يكون وبمكونات اللي في متناول الجميع تمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستفدو معايا فيه ويالله نبدو بسم الله بسم الله فوق النار درت هنا يا المقلة تقيلة غادي نحمرو المكونات الجافة اللي فيها كاس ديال سميدة طبعا سميدة باش كنحضرو الحرشة يعني سميدة رقيقة انضيف كاس ديال الكوك او جوز الهند وغادي نضيف كدالي كاس ديال الحليب المجفف غادي ننخلط هاد المكونات الجافة مع بعضياتها وفوق النار تكون مهيلة كنبقى وكنحركو حتى كيتحمرو لنا وكياخدوا واحد اللون مذهب وهما اللي غادي يعطيونا المكونات الجافة درتهم هنية بواحد الإناء وغادي نخليهم جانبا كيبردونا شي شوية فهد الأثناء غادي ناخد واحد الإناء غادي ندير فيه بيضة تكون طبعا بحرارة ديال المطبخ انضيف عليها كاس ديال السكار ما يعادي المية وخمسين غرام وممكن تنقصو الكمية ديال السكار إلا بغيتو كنخلط مزيان ديك البيضة مع السكار حتى يدو بلينا تماما السكار مع البيض من بعد غادي نضيف كاس ديال الزيت ما يعادي المية وخمسين ميلي لتر انضيف كاس ديال الحليب ما يعادي المية وخمسين ميلي لتر واحد القبيصة ديال الملحة ان نسم بشوية ديال الفاني بودرا او الفانيلا سائلة او سكر من السم بالفاني وغادي نضيف كذلك واحد العلبة ديال الياغورت بالنكهات ديال الفاني كيشتو جميع القياسات اخذيناهم بالكاس ديال العنبه سواء المكونات الجافة او المكونات السائلة وكيشتو طريقة تحضير رها من اسهل ما يكون سوفيك نخلط هاد المكونات هدي كاملة مع بعضيه تحت كتندمج لينا مسيان وفي الاخير غادي نضيفو المكونات اللي كنا حمرنا يعني المكونات الجافة ديالنا اللي فيها السميدة والكوك والحليب المجفف واخير شي غادي نضيفوه واحد الكيس ديال الخميره من وزن 8 جرام وكنخلطو جميع المكونات ديالنا مع بعض وهاكاتي كل خلط ديال البسبوسة ديالنا راه جاهز مباشرة غادي نصبو في الاناء اللي غادي نستعمل استعملت هاد المولات هادو ديال هكا الصغارين ديال اللي تاختو اما كتديرو هاد المول دائري او كتديروه شكل بيضاوي او ممكن هاد البسبوسة هدي تديروها في مول كبير يعني الحجم ديالو كبير وهكا يو ما كتديروش يعني مولات صغار بالنسبة اللي مول فادهنتهم بالزبدة ورشيت عليهم شوية ديال سميدة وغادي نبدا كان عمر القواليب ديالنا حتى نكمل الكميه ديال الخالط ديالي كامل بالنسبة هنا هاد الكميه هاد ديال الخالط خرجت لي خمستاش البسبوسة ممكن تعطيكم حتى الستاش الانقستو من الكميه يعني في كل وحده المهم انا عمرتهم تقريبا حتى الفوق عمرتهم مزيان مهم اعطوني خمستاش البسبوسة صغيرة بكاست سميدة وبيضة واحدة الفران انا نكون شعله من قبل تيسخل درجه تكون 180 درجه انشعل عليهم غير من التحت يعني يتنفخونا ونشوفو انهم طابون يعني من الداخل وكدالك من الجواني بتحمرو ودك الساعة نشعل عليهم من الفوق باش كيتحمرو اللي الناحطة من الوجه ديالهم وكيف تنقلكم دائما ضروري من المراقبة سوف هنا يا البسبوسات ديالير اني شعلت عليهم من الفوق كيتحمرو قبل يعني غير نحسو بيوم انهم قربو اي طيبو وعاديك الساعة كنوجدو هاد السير وهادا باش غادي نسقيوهم غادي نحتاج فيه كاس مع مرش ديال الماء نص كاس ديال حليب المجفف ونص كاس ديال السكار واحد جوج مع القبار ديال القهوة سريعة الدوابان غادي نخلط هاد المكونات كلها مع بعضيتها في الخلاط الكهربائي سوف يتحلينها مزيان وكنحصلوها كيعلى واحد لاصوس من السماء بالقهوة سوف هنايا مباشرة بعدما خرجت البسبوسات ديالي من الفرن وهما مازالين سخان غادي نسقيهم بدك السيرو او دك السلسل اللي راحنا يحضرنها بالماء والحليب المجفف والقهوة وكذلك السكر كنسقيهم بزيان كنخليهم حتى كيبردوا تماما وعدك الساعة كنزولهم من المول وكنزينهم مهم تزين تبقى على حسب الضوق وهكا تنكون وصلنا النهاية ديال فيديو ديالنا ديال اليوم البسبوسات ديالنا تكون هدا هو الشكل النهائي ديالهم بعدما بردوا تماما زولتهم من المول فرهم كيتحيدوا بكل سهولة دهنتهم من فوق بشوية ديال المربغر وحد هنا خفيفة وزينتهم هكا المهم حاولت اني ندير لكل واحدة تزين مغاير على الاخرى شي زينتهم بجوز الهند او الكوك ووحدين زينتهم باللزم هرمش ووحدين زينتهم بدوك حبيبات ديال شوكولاتة مهم تزين تبقى على حسب الطوق وعلى حسب اللي متوفر عندكم ممكن غير بوحدها هكا بلاء ما تزينوها بالتشي حاجة فرا هكا تجي الديدة بزاف وكيف قلت لكم في الفيديو فبغيتوا تحضروها كيف مول كبير ممكن تحضروها الى ما كانوا متوفرن عندكم هاد القوالب ديال اللي تاخد اتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم تكونوا استفدتم عايا فيه الى عجبكم الفيديو ما تنسوش تشجعوني بواحد لايك تشتركوا في القناة فعلوا الجرس باش دائما توصلوا بجديد الوصافات في انتظار اقتراحاتكم اراءكم كذلك الدعم وتشجيع ديالكم وما تنسونيش مصالح الدواءة ديالكم بسحة والراحة والسلام عليكم